بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هناك صورة لن ننساها أبداً بجوار السور التي قلناها في المغرب ولكن هذه المرة في الغوطة الشرقية وإدلب فعندنا يتجمد الدم في عروق المحاصرين في الجبال يحتاجون إلى المساعدة على كل حال وأشد منهم من اجتمع عليهم البرد والقر في الأرض والقصف من السماء روسيا والنظام العلو النصير الكافر والميليشيات الشيعية في الغوطة الشرقية فرأيت أحد العاملين في مجال الإغاثة المدنية شتوم يعني شتوم هو كان واسبو كان ينقذ ناس والجرح ويأتي إلى بيته فيجده قد قصف من السماء فتهدم على أهله وأمه تحت الركام وهو يصرخ والجزيرة قلت لكم سمحوا لي هذه الصورة يعني شوية جديدة ولكن ما عندنا منذر لكم وهو يأخذ إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الراديو ويتحدث إلى زملائه في حماية المدنية فيقول يعني نستغيث أنقذونا الوالدة الأم الأم ثم يعودوا إلى أمك يقول يا أمي اسمحيلي ما قدتش أنقذك يا أمي يا أمي اسمحيلي ما قدتش أنقذك يا أمي وهي الرأس انتها حباين وفوقها الأخرى 250 قتيل خمس إيان بمعدل خمسين وحد خمسين قتيل خمسين قتيل وضربت بكل الأسلحة حتى الكيماوية أدلب والغوطة الشرقية العالم تعليق المسلمين فره لا تسمعوا له همسا ولا ركزا لكم الله يا أيها المسلمون من أهل السنة لكم الله لو كنتم شيعة لو وجدتم إيران تقف بقوة والميليشيات لو كنتم يهود لقام العالم ولم يقعد لو كنتم نصارى لقام العالم ولم يقعد ولكنه المسلم السني ليس له من يبكيه ولا من يغار على عرضه ولا من يدافع عنه أصبح الضحية أصبح المسلم السني في هذا العالم كالأيتام على مأدوبة اللئام صدقت يا رسول الله يوشك أن تدعى لكم الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها أكلون ينهشون ينهشون لكم الله يا أهل الشام فإن نبينا تعهد لأهل الشام وإن عمود الكتاب نزع من تحت رسول الله ثم تبعه النبي فإذا به ينزل إلى الشام أرض الشام أرض الرباط إلى يوم القيامة هذا لابد ليعرف الناس الصديقة من العدو ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب لتعرف الحقائق كما هي لذلك أنا شاء الله من يجبت هذه القضية تعالى وهي قضية ما يقع في الغوطة الشرقية يجتمع اليوم رسالة مع كرون ومتع في فرنسا رسالة أرسلها إلى بوتين واذا يقول له إنني قلق إنه قلق على الأخبار التي تشير إلا أنه ثمت شبه في مسألة قصف المناطق بصلاح كما هو كلور يقالق ها قالق المسلمين ما يقلقيش هو قالق من الأمم المتحدة كان يقلق لأنه قلق 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 شاف هذا ما يقلقوش المسلمين الآن واسمهم كان يقلقوا فكانك يمكنك يعني إذا كتغلق لتأميرك واسمو قال قال لا ينبغي السكوت على هذه الأسلحة التي تقصف بها يعني لا 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 المواطنون في سوريا وهم بعد فوسبوك كان كان شي حاجة هذه الأدوار هذه الأدوار لمزيد التخدير والله لن يحك جلدك إلا ظفرك والله إن العالم كله يتآمر عليك تحلف ما تشد صمف الثياب قال تعالى وَلَا يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ إِسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرَ فأولئك أحب يتطعمان في الدنيا والأخير وأولئك أصحاب النار وفي خاليهم الثبات الثبات الإسلام يحكم الإسلام له رجال نعم ستكون الضحايا شهداء ويتخذ منكم شهداء لكن لابد هذا الوخز لكي يفيق هذا الجسد الذي خدر لقرنين من الزمان بالتعليم التغريبي التربية العادة الإعلام ما سخ هذه نتيجة ولذلك الآن رمجلة هذا الوخز ديال الإبر ضروري لكي تستعيد الأمة وعيها وتعرف عدوها وتعود إلى كتاب ربها مغلت الأمة تتغلب كفر بهذا؟ أقصت هذا أقسم بالله لن تروا إلا ما هو أشد من ذلك وأنك إذا ابتعدت عن كتاب الله هذا مكان الذي والذي وفي أشهد لله